السلام ومرحبه بكم ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولباس رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي روتين جديد اول حاجة نخذ ثاني من وقت ووقت منصلوا فيها الحبيب المصطفى على افضل والصلاة والسلام ان شاء الله يارب الناس كلها تكونوا بخيروا في احسن الاحوال ونسمو عليكم كل الخبار الطيبة اليوم كما تعرفوا اليوم لحد هنا في الولاي اللي نسكن فيها اليوم السوق الاسبوعي مشينا للسوق بطبيعة انا وسلفتي ما مشيتش واحدة لحقيقة المصطفى بدح Poch كما تشوفوا الهناه ماشاء الله كل شي موجود هذي زاد الفلفل اللي يتشايح الاحمر هذي كالجويت كيما العنب ولا كيفاش هذي زاد يجي معجون ولهنا زاد عملنا دورة الداخل في السوق الداخل حتى فهم جوز السويق هما السوق هذي مغطي والسوق الاخر يسموه السوق متاع الريف يعني يجو من الريف لهنا كيفما تشوفوا هذي الخضرة يعني الخضرة الورقية لهنا هذي كليل ولهنا هذي الغلة بش ناخذ زاد شوية عوينة كيفما شفتوا هذي زاد عوينة بش ناخذ شوية عوينة بش نعملها كونسيرفة كيفما يقولوا هما يعني بش نصبرها كيفما تعرفوا ان شاء الله في رمضان واكيد حتى قبل رمضان واحد سبحان الله ديما ماذا بيحب على حاجة حلوة هكما حاجة غلة يحب على مثلا نقولوا نحنا كيفاش عسير ولا حاجة ماذا بيحاجة فرشك اني نصبرها لحاجة هذيك في الدار تبدأ مثلا ننظيفها نعرفها خير من اللي نشري حاجة حاضرة وزادة بش نشيح منه ان شاء الله هذيك الزادة يبقى في رمضان ان شاء الله نعملوها كل الكمبوستو كيفما شفتوا هذيه الهنا الزادة الطماطم اخذيت من هنا الطماطم بثنين ليرة الثنين ليرة هي تعمل لحكاية بفلوس تونس تعمل لحكاية دينار تونسية بنسبة لنا لهنا هذيه يعني عليش نقولكم بدينار تونسية بلكشة في تونس تبدأ غالي كي نقولكم بدينار اما هي رأي لكل البلاد وكيفاش المعيشة متاعها يعني على حسب الشهرية اللي يخذوها المعيشة تكون يعني غالية شوي كيفما شفتوا لهنا هذيه العنب باربعة ليرات وبخمسة ليرات يعني بالفين وخمسمية تونسية وبالفين تونسية هذيه زادة لهنا كيفما شفتوا هذيك اللعجين اللي حلتوا المرة الأخرى في الدار مقرونة وكل شي زادة يتباعا هنا هذيه زادة حاجة خاضرة كيما لدي جا شريت منها كيما الملوخية تشبه شوية للملوخية اما الورقة متاعها جويدة هذيه زادة يصبروها تنوريها لكم شريت منها ان شاء الله نوريها لكم في الفيديو الجاي وكيفما تشوفوا الهنا هذيه بالطبيعة الغلة والخضرة بنواعها هذيه فلفل أحمر حلوه وهذيه لقطانيا وقيتها تاوى متاع تصبير متاعها وقلا متاع مشوية وقلا مصموطة زادة الهناني طيبوها بارشة مصموطة كيفما شفتو هذيه طماطم زادة اه لا الى الله محمد رسول الله الطماطم الهنا يعملوها طماطم معجونة يستنوا اخر الوقت يعني اخر الفصل مش تولي رخيص الطماطم يعني تولي بليرة واحدة ليرة واحدة يعني ما يعادل 500 فرنك تونسية انا واحدة من الناس الحقيقة ما زلتش مشيريتش منها بارشة جوز تخذيت كمية صغيرة يعني استهلاكنا متاع الجمعة وبش نعمل شوية كاتشاب في الدار ان شاء الله بقدر تربيتان وريكم الطريقة وهذيه الهنا بعد ما روحت للدار كيفما شفتو هذو مالي شريتهم فلفل اخضر هذيك اللي باشي نظفو ونعلج ونشيحو كما ورثتم المرة الاخره فلفل احمر هذيك حار وخذيت العوينة وخذيت زاد النعنيع باشي نشيحو هذهك نزاد الفلفل وهذيه طلب من متτابعة هذي الفلفل الي شörungتوا المرة الاخرى قالتلي وريهونا كيفاش ولا هذيه هو الفلفل الي شيحة المرة الاخرى هنا بش نطيب خبز ان شاء الله ببعجنة العشرة دقايق حطيت زوز كسين ماء دافي يعني تكيل بالكاس اللي موجود عندك ما تاخذش الكيال اللي عندي اي كاس موجود عندك حطيت زوز مغارف سكر مع زوز كسين هذوكم وزوز مغارف بأكبار خميرة فورية بش نحرك هذوما بالباهن ونركضهم بالقدام بش الخميرة تتحلف الماء والسكر هذكا و بش نزيد عليها زوز كسين بنفس الكاس اللي كيلت به الماء بش نزيد زوز كسين فالينة بالنسبة للعجينة هذية صدقوني تجيكم مهشوشة برشة وتنجموا تستعملوا حاطة في معاجناتكم الكلة كيف ما شفتوا بالنسبة للعجينة حطيت زوز كسين ماء دافي زوز مغارف سكر زوز مغارف خميرة يعني بالمغارفة متاع الماء كليتبيرة وزوز كسين بنفس الكاس اللي كيلت به الماء فارينة اركضتهم بالقدام ابعادهم الخليط يكون جيري هكا شوية ما يكونش خاسر بش نغطيه الخليط هذية لمدة عشرة دقائق نغطيه على العجينة لمدة عشرة دقائق ونخليها اللي تطلع الخميرة هذيكا ديجا توتقس سخون يعني تخليها مدة عشرة دقائق في ساعة تطلع الخميرة هذيك في ساعة تتفاعل نزيد عليها بالكاس هذيكا اللي كيلت بيه نزيد نصف كاس زيت نباتي وإلا زيت زيتونة كل واحده كيفاش يختار نعمل لرشة الملح هذيكا لازم منها بطبيعة نركضهم بالقدائه هذيكا بش يتنحك لهوالي في وسط العجينة ونبعد نزيد الفارينة متاعي بشوية بشوية كيف ما شفتو نزيد الفارينة متاعي بش تلم العجينة وبش نزيدو معاها زادة باكو خميرة تلقيتو باكو فيها عشرة جرامات هذي عجينة العشرة دقائق سهلة بالحق ما تاخذش برشة وقت والحاجة تجي كهشوشة وطرية تنجم تستعملها الانواع المعاجنات الكله ديجا ما ما فيهاش لبرشة حكارات لحتى شي تنجم اي كاس تستعمله تكمل به الكاس هذيكا لكله هنا كيف ما تشوفو نزيد الفارينة بالمغارفة اللي انت تلملي العجينة متاعي هذيه العجينة متاعي تلمت كيف ما شفتو العجينة يزمها تكون طرية شوي ما تكون شكل يابسة برشة كيف ما شفتو هنا العجينة يعني زوز كيسان هذوكم اللي خلطتم على الخميرة زدت عليهم ثلاثة كيسان اخرين بنفس الكاس هذيه العجينة متاعي توا هنا مش الرش شوية بركة فارينة مش نحاول نعزنها شوية عرخامة خاطر العجينة طرية شوية جوز ترشي 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 خفيفة متاع فارينة مش اللم بها العجينة كيف ما شفتو نحاولو نلمو العجينة متاعنا كيف ما شفتو ما نشبش نعجنوها برشة جوزت هنا نلموها من الأطراف الكل بش يخرج لها اللاهواء اللي في وسطها الكل خاطر ما نشبش نخلوها تتخمر برشة ولا حاجة جوزت بش نشكلوها ونخلوها ترتاح المدة عشرين دقيقة يعني بعد ما نشكلو العجينة متاعنا مش نشكل الخبز متاعي مش نخلوها ترتاح المدة عشرين دقيقة كيف ما شفتو هذيه العجينة متاعي تلمت تتلصق شوية اما متبقاش في اليدين يعني تتلصق شوية يعني بش طوعنا بالكداف الحلين بتاع العجينة هذيه العجينة متاعي بعد ما نميتها كيف ما شفتو ما اخذتش برشة وقت لحقيقة سيلا خاطرها وليهنا كيف ما تشوفو مش ندهن ايدي بشوية زيت نباتي كيف ما تشوفو مش نحلو العجينة هذيه بش نقسموها بطبيعة بالنسبة لكمية متاع العجينة هذيه اه طيح لي ثمانية خبزات متوسطين يعني مهمش كل حجم الكبير برشة اما يكافيني يعني الخبز يكافيني فطور الصباح وفطور نص النهار وكافي عشاء يعني يكافي نهار كامل ويفضل حتى منو يفضل لحقيقة خاطر ما نش ناكلو برشة في الخبز واحد ماذا بيه يتجنب الخروج برشة وبما انو الهلوة بئز زيت نتشر اكثر بصراحة وزيت اكثر ماذا بيه الواحد يتجنب الخارجة برشة كيف ما شفتو العجينة قسمتها على قسمين وليهنا بش نكمل اه العجينة بتاعي بش نقسمها لكلها يعني لكلها بش تولي ثمانية طروف كيف ما شفتو كل طرف نقسمو على ثنين والطروف هذوكم اللي قسمتهم كل طرف يزاد بش نقسمو على ثنين كيف ما شفتو هذو ما نكابرهم ونخليهم اه على الجنب بخاطر بش نحلوهم بالوقت بالطبيعة ماناش بش خلوهم يتخمروا ولا حاجة بش نحلوهم بالوقت ونبعد بش نخلوهم في عقلهم بش يتخمروا ماناش بش نقسمو على اربع كيف ما شفتو نعود نذكر العجين العجين حطيت زوز كسين اه ما دافي ومعاهم زوز مغارف كبار سكر زوز مغارف كبار خميرة اركضتهم ومبعد صبيت عليهم زوز كسين بنفس الكاس اللي كيلت به الماء اه فارينة خليتهم عشرة دقايق ارتاحوا ومبعد كملت زدت عليهم الفارينة وعجنتهم كيف ما شفتو الهنا فرشت بابيك وصونة في البلاتون متاع الفور والهنا بش نحلوهم بداية عبارة بش نطيب الكسرة اما بش نحلو مخبيزاتها كم دورين صغيرين كيف ما شفتو بطريقة هذي جس بش نحل البداية ما ما تطلبش لحكاية قلقال ولا حاجة ومبعد هما بطبيعة الحجم متاعهم بش يتضاعف الطبق هذيك خاطر بش نخلوهم يتخمروا بش نغطوهم وخلوهم يتخمروا بش يتضاعف الحجم متاعهم بطبيعتو يعني كل طبق يهزلي اربع كعبات الهنا هذوما اربع كعبات حطيتهم في الطبق كيف ما شفتو الهنا بش نحلو منعود نحلوهم شوية كيف ما شفتو نحاول نكبرهم شوية وعندي الهنا الحليب بش ندهنهم بالحليب كيف ما شفتو انتو ما تنجموا تدهنوا باصفر العظم انا الحقيقة خاطر ما نحبش اصفر العظم في الخبز ولا حاجة خاطر ما نحبش ريحتها اه قدهنت بالحليب وليهناك ما شفوو بش نعطيهم شكل هذوما بش نقصهم وناخدوا سكينه هاكا من قدام كتبضا حادة شوي بش نحلو باع الخبز من فوق يعني تنجموا تشكلهم اي شكل تحبوا عليه بطبيعة تنجموا حتى تعملوهم في شكل طولي كنت شاركت معاكم في فيديو قبل الخبز يعني كما الباقياتة اللي يبدل الخبز التويل هذاك هذي شكل اخر بنفس العجينة يعني عجينة العشرة دقائق كيفما شفتوا هذي الخبز شكلتوا بالطريقة هذية يعني حليته من فوق عطيتوا الشكل هذاك مشنغطيه ونخليه يتخمر المدة عشرين دقيقة والفور حطيته يسخن على المتين درجة بالطبيعة خليتهم يتيبوا ونمت تخمصاش ندقيقة هذي الخبز متاعي بعد ما طاب كيفما شفتوا وما نحكي لكم شهشيش مش نورمال ماخذليش برشا وقت كيفما قدوكم خذها خمصاش ندقيقة في الفور ماخذيش برشا وقت ديجا تشوف فيك في الشهشوش يصلح زادة صندويتشات وحتى كيبيت ما يتلاوح شي التاكل كيفما شفتوا لونه مزيان برشا وهذي الخبز بش نقسمه بش نوريهوكم من داخل كيفاش ديجا تشوفوا فيه كيفاش من داخل جربوها طريقة بشتعجبكم برشا هذي كان روتيني لليوم هذي كان فيديو اليوم ان شاء الله الفيديو عجبكم ان شاء الله كان اخفيف عليكم نتقابله ان شاء الله في فيديو جديد وفي روتيني جديد وفي امان الله اشتركوا في القناة